السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في الفيديو الخاص بمادة اللغة العربية لطلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي النهاردة سنة أولى عندنا الدرس اسمه القصة المشتركة فكر أولا طبعا عارفين يا سنة أولى أن القصة المشتركة عبارة عن سرد أحداث لا توجد في كتاب المدرسة أنا هقوم بعرضها عليك أو هقرأها والمفروطة تسمع كويس جدا عشان تحدد للكلمات الجديدة والكلمات الشائعة اللي واردت في هذه القصة اسمع معي كده الأول القصة بتتابع الأحداث أول حاجة كريم وريم أخ وأخت وريم هي الأكبر سنة كريم طفل صغير ومندفع لكنه يحب ريم أخته ويحترم كلامها وذات مرة دخلت ريم على كريم فوجدته قد قام بتلوين الطاولة سألته ما هذا يا كريم هل ما فعلته سيسعد أمي هل ما فعلته سيسعد أمي كم ستتعب في تنظيفه كم ستتعب في تنظيفه فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر أمه وقال أنا أخطأت وأنا مسؤول عن تصرفي وسأنظف الطاولة وفي يوم من الأيام وفي يوم من الأيام إلا حصل كان كريم في المكتبة كان كريم في المكتبة يتصفح في إحدى القصص بين يديه يتصفح إحدى القصص بين يديه لكنه كان يحدث ضوضاء عالية نظرت إليه أمينة المكتبة وقالت ما أثر الصوت العالي على زملائك بالمكتبة فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر زملائه وقال متأسف وسأحافظ على الهدوء في المكتبة سأحافظ على الهدوء في المكتبة عاد كريم إلى بيته عاد كريم إلى بيته وحكى لأخته موقف أضحكه كثيرا وقال كان حسين ينذل من على درج المدرسة فاندلقت قدمه ووقع مثل البطريق ووقع مثل البطريق قالت ريمو يا كريم هل ضحكتك جعلت حسين يضحك؟ جعلت حسين يضحك؟ طبعا فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر صديقه حسين وقال ما رأيك يا ريم سأصنع له بطاقة أعتذر فيها وأكتب له كلمات طيبة فكما جعلت أفعالي تحزنه سأجعل كلماتي تسعد قالت ريمو يا كريم يجب أن تفكر في نتيجة تصرفاتك على من حولك لا تتصرف قبل أن تفكر إن وجدتها ستسعد غيرك ففعلها وإن وجدتها ستغضبهم فلا تفعلها إن وجدتها ستغضبهم فلا تفعلها خلصت القصة يا سنة أولى طيب نفهم إيه سنة أولى من القصة اللي أنا حكيتها دي دلوقتي نفهم حاجة كويسة جدا إن إحنا قبل أن نفتعل أي تصرف تجاه الآخرين لابد وأن نحسب ونشوف إن التصرف ده هيأثر على مشاعر الآخرين من حولنا ولا لأ هنأثر عليه بالسلب ولا الإجاب يعني التصرف ده هيسعدهم ولا هيحزنهم طيب أنا جالي في القصة دي تلت مواقف مختلفة جدا والتلاتة كانوا سيئين جدا من الطفل كريم طيب نستذكرهم كده كانت أول حاجة تلوين الطاولة ده تصرف خطأ أم صحيح يا سنة أولى؟ لأ طبعا تصرف خطأ لأنه هيخلي مامته تحزن حزن شديد بل وكمان إيه ستقوم بتنظيفها إيه بنفسها طيب كانت تاني موقف زعى للنفس من كريم إيه؟ الصوت العالي داخل المكتبة أثناء القراءة ما ينفعش يا سنة أولى خالص نتكلم بصوت عالي أو نحدث ضوضاء وإزعاج الفين في المكتبة اللي هي المفروض مكان هادئ يستخدم في القراءة طيب تانية موقف والأوحش هو موقف ضحك كريم على صديقه حسين ينفع لما واحد صديقك يقع من فوق الدرج أو مثلا زلقت قدمه المفروض اللي احنا نعد نضحك عليه ولا نقف ونساعده لا طبعا نقف ونساعده دولة ثلاث مواقف اللجوم في القصة وكانوا طبعا غير صحيحين جميل؟ طيب لو أنا حبيت يا سنة أولى أستخرج من القصة دي بعد ما فهمت معناها الكلمات الشائعة الكلمات الشائعة اللي وردت في القصة دي يعني مثلا كلمة على أبي هذا أمس أيضا نعم قالت في يا واو اللي هي العطف أو وا هذه أمي هو قال كان أنا في مشكلة في الكلمات الشائعة دي سنة أولى طبعا بتالي أخدناها كلهم أخدنا منهم يعني كلهم تقريبا يمكن الكلمة الوحيدة اللي جات مختلفة كلمة أمس كلمة أمس اللي هو إيه؟ مبارح يعني طب لو حبيت أشوف الكلمات الجديدة اللي وردت في هذه القصة كلمة مثلا زي كلمة مشاعر المشاعر اللي هي إيه سنة أولى اللي هي الإحساس لنا دلوقتي هل هذه التصرفات ستؤثر بالسلب أو الإيجاب على مشاعر من حولك يعني على شعور من حولك الطاولة اللي هي زي دي يعني المنضضة أو اللي احنا بنقول عليها بالعامية الترابية زي يعني بس هي باللغة العربية المنضضة أو الطاولة ضوضاء اللي هو الايه؟ الصوت العالي المنزأ المزعج المكتبة طبعا عارفينها الهدوء يعني السكون انزلقت يعني ايه؟ انزلقت قدمه من على الدرج يعني نزلت وسقطت وانحضرت تصرفات دي كلمة جمع مفردها التصرف وهو الايه؟ وهو السلوك يبقى دي الكلمات الجديدة يا سنة أولى يعني ياريت يا سنة أولى الكلمات دي تكتب في الكراسة بتاعت الحصة الخاصة بالحصة لي الصفرة جميل؟ تكتب ولو في وقت نكتب الكلمات الشائعة لزي كده ياريت جميل؟ طيب هو في كتاب المدرسة جايب ايه في الموضوع ده؟ جايب لي جايب لي برضو كلمات شائعة بنختار منهم الكلمات الشائعة اللي جات وجايب لي هنا التمرين كويس قوي اسمه فكر في التصرف والنتيجة بتاعت التصرف ده يعني جايب لي أول موقف ولد بيلقي بألعابه وبالأنينة الأزهار وقعها ومكسرها على الأرض انت حضرتك المفروض هتعمل حاجة واحدة اللي انت بتبص على الصورة كويس وبتشوف التصرف كويس وبعدين بتحسب وبتفكر في النتيجة المترتبة لهذا التصرف انت بقى بتعتفكر وبتقول لي ايه النتيجة المترتبة دون الكتابة بس ايه بتبعتها لي طيب عندك الصورة رقم اتنين في صداقة ما بين الاتنين الولادين دول طبعا في تصرف خاطئ هنا بنت او طفلة فيه اثناء جلسها في الصف الدراسي عمالة بتلعب بالبالونات وده طبعا تصرف خاطئ داخل ايه داخل حجرة الدراسة وزيه الأمثلة اللي تحت يبقى كل مطلوب من النشاط رقم اتنين ده لانا هبص كويس على التصرف وهحسب النتيجة المترتبة عليه جميل انما مش مطلوب مني اي حاجة في الكراسة الصفرة غير الكلمات الجديدة في الكراسة الصفرة الكتب والكلمات الخاصة بالكلمات الشائعة هلاقي منها طبعا بعضها هنا شكرا